قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارضة الرئيسي في تركيا أزجور أزيل إنه يقوم بمحاولات لترتيب لقاء مع رئيس السوري بشار الأسد ونوها زعيم المعارضة التركية أن الاتصالات جارية من خلال الدبلوماسية غير الرسمية لفهم ما إذا كان من الممكن فتح الباب المغلق في العلاقات بين البلدين وأضاف أن الاتصالات تسير بشكل جيد وإذا نجحت فإنه سيجتمع مع الأسد خلال الأشهر القادمة وأشار أزيل إلى أن إحدى القضايا الأساسية التي يريد مناقشتها مع الأسد هي مشكلة اللاجئين السوريين وعودتهم إلى وطنهم وفي وقت سابق قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا توجد أسباب تمنع إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وسوريا وأنه لا يستبعد عقد اجتماع مع الأسد لإعادته للعلاقات الثنائية ترجمة نانسي قنقر